اذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انتم تشاهدون قناتكم لتعليم اللغة الفرنسية هذه الحلقة خاصة بالمبتدئين لتعليم تحدث بالفرنسية اذا كالعادة سأعطيكم جملا تستعمل كثيرا في الحياة اليومية جمل بسيطة جدا خاصة بالمبتدئين عليكم اولا ان تكتبوها حتى تتدربوا على تخلص من الاخطاء الاملائية ثم بعد ذلك تقولوا لي معنى هذه الجمل تكتبوه حتى تتشاركوه فيما بينكم وتتعرفون ايضا على مستوى الفرنسية لديكم اذا نبدأ بالجملة الاولى وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بالجميع اذا الجملة الاولى اذا اولا حاولوا ان تكتبوها بعد ذلك نرى معنى اذا نكتبو اولا كلمي وو كلمي وو كلمي وو اذا ماذا نقصد بي كلمي وو ماذا نقصد بي كلمي وو اذا كلمي وو هدئ من رواق ناخد جملة اخرى تو va bien 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 اذا نكتبو تو va bien تو va bien اذا ماذا نقصد بي تو va bien كل شيء بخير كل شيء بخير اذا من خلال هذا البت يمكنكم ان تتعرفوا على مستوى الفرنسية لديكم كل شيء بخير مثلا اذا جميع هذه الجمل جمل هذا البت جميع الجمل كانت لديكم صحيحة وتعرفتم عليها هذا يعني ان مستواكم اكبر من المبتدئين او اكثر من مستوى المبتدئين اذا تو va bien الآن جملة اخرى كاش تو كاش تو كاش تو كاش تو اذا حاولوا ان تكتبوها اولا كاش تو كاش تو كاش تو كاش تو اذا ما معنى كاش تو كاش تو اختبئ اختبئ او اختبئي يعني تقلي المذكر والمؤنت كاش تو 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 ستان تور ستان تور إذن ماذا نقصد بستان تور ستان تور إنه دورك إذن من تعرف على كل هذه الجمل فليعرف أنه ليس من المبتدئين بل إنه من المستوى المتوسط لأن هناك إجابات حتى بالنسبة للكتابة لا توجد أخطاء قليل جدا